السلام عليكم مرحبا بكم في قصة جديدة من قصصنا كيف لا تنسوا لايك و سبسكرايب و شاركوا مع أصحابكم لا تنسوا لا يكون خاوي و سبسكرايب و سبسكرايب الوالدين لدي أغلبية الناس مثل الحب والحنان والعطف والرعاية ولكن الصعب الحاجة التي تستطيع العيشها هي تكبر مع الناس الذين يستعملون باسم الوالدين و حتى أنت تتبعهم في ذلك الشيء الذي يديره حتى تتربع لأن ذلك الشيء هو الصح و بأن والدك لا يمكن غلطه و لا يمكن أن يديروا شيئا لتضرك ولكن أنا قصتي سأتبضل لكم المفهوم لكم حتى الناس الذين كبرت معهم ضرروني بثاف و أداوني اسمتي آدم عندي حاليا 27 سنة كبرت و تربيت مع عائلة من طبقة متوسطة لم يكن لديهم و لم يكن لديهم و لم يكن لديهم ما جاءتني غريبة أيام كمشي المدراسة و نسمع الدراري أو البنات كيف يبدو أن يذهب إلى المهنة الوالدين و ممكن لهم و لم يكن لديهم كما أصلا لم يكن لديهم و لم يكن لديهم و أسولهم و أقول لهم أهلا و أقول لهم أبوك تعال بمعاشوا أمك أبوك و هنا رأسك دراسة لم يكن أدخل للرأس ولكن كنت تقبيعه حتى أمريكا نكون صغر يكونوا الوالدين دينا ومال قدوة دينا لذلك لا نستطيع أن نكذبه دعوني نقربكم قليلا ونعرفكم على رأسي كثيرا أنا من صغري لم يكن شب حل الدراري الآخرين لم يكنوا الوالدين دعوني نخرج للعب قليل في 2000 نخفلهم ونخرج كم قلت الغرب من شرجم عندنا بالدار يطلع على الزنقة كانوا يبانوا لي حويش غراب وكنت كنسمع أصوات لي في شكل وكنت كنقول مع راصرة كان الناس يسمعوهم وكان الناس يشوفوا ذلك الشي اللي كنشوف واحد الحاجة اللي اعتردت لي على حياتي بزاف هي أننا تقريبا كل سيمانا كنا كنا نخرج في الليل أنا والوالد والوالدة بعض المرات كيكون معنا حتى واحد الراجل الآخر كانوا ينغير في الظلام وفي الخلاق هذا الراجل يحضره على راسي ومن ثم كانوا يبقى عقل على الواله حتى كان فيقه وكان لديه صنادق بين يديه وكان لديه الوالدة تبوس فيه وكتقول لي أنت ما كنت بحالك يعطى ولدك الراجل منهم والذي يبقى يديه الوالد ما حال من المرة نريد أن نعرف ما كان في الظلام وكان الوالدة تقول لي يصافي ترتاح حتى تغدى عندك القراءة شيء آخر كانت بعد المرات نرى شيء حلم وكان يتحقق بالصح كانت بعد المرات نشعر بشيء غطره وكانت طرى بالصح وكان الوالد والوالدة ما حال من المرة نشعر بهم كان يكتبوا عني وكان وخاك كان غمض عيني وكان يقول ماشي مشكلة كنت مربي بثاف وماشي منه عني حراكة وفيها الصداع كان عزاز عني الحيوانات وقليل فين تلقاني مصاحب معه شيء دري دعزت مودة وانا على ذاك الحال حتى كملت 12 عام ثم الوالدة ستقلبها وما ستبقى تخرج مع الوالد ستقول لي تخدم في الدار ستقول لي ماذا؟ ستخدم؟ لا أعرف يجول عندها العيالات وتصرح لهم الكارضة وبطبيعة الحال ستكون حاضر ستقول لي هذا هو البراكة للدار وهو اللي سيعرف لكم ماذا عندكم وبالفعل ذلك الشيء الذي كنت تقول يصدق بالصح والعيالات ستبقى حاليا بهمهم لا يفهمون أنا كان يجيني ذلك الشيء تلقائي غير كان هدر وصافي لم يكن أفكر نهائيا ماذا يجب أن أقول أما الوالد كان مكمل في خدمته وكان يخرج دائما وكل مرة سيبقى في المدينة ولكن بدأت كان أفهم قليلا طبيعة الخدمة كان يقول لي يا يجب أن تتعرف لي بلاسة الكنز مين بلاسة الذهب مين لم يكن أفكر نهائيا ولكن الذي لم يكن يرى الوالد وكان يرى أنا هو أن ذلك الكنز أو الذهب الذي يجبه يكون لديه حراس من الجن يعني ذلك الجن يبقى تابعك أخذت له الأملاك دياره شيء شيء ما نحقه منك تقول الوالد سوف يرى فيه معصبين يقول يا غركة تخربك ما عندهم ما يديرون لك ولكن كنت تعدب بزاف وكان يرى الوالد وأنا كنت لها بقوة الآلم كنت أشعر بروحة سوف تخرج كنت أريد أن نسد عندي ونقلس في شيء كنت مظلم وما نهضر مع التشي واحد نبقى في ذلك الدار الذي كنا ساكنين فيه وقلنا في واحد الفيلة آه الفيلة من دار صغير في حي شعبي الفيلة في أرقى الأحياء كان الناس تصدموا كيف يجدرنا لها ولكن وخائها كاكا والديها لم يحمدوش الله أريد أن يكملوا فتش ولكن العمور ستزيد سعيد خصوصا من الذي كانت ديهم البلاس الذين كانت لم يكن لقائه يقول لي الوالد أين هو؟ أقول لي هناك شيء واحد يسبقنا عليه يتعصب وما يجعل ما يقول فيه ولكن أنا لم أكن كذبا عليه بالفعل شيء واحد يسبقنا عليه وحتى الوالدة الذي كانوا يأتي عند ذلك العيالات لم يكن أن أقول لي هذا شيء مضبوط والذي كان أشعر براسي مخربك والأصوات التي يأتيون في رأسك يضوخوني وما يجعلوني نعرف الحقيقة من الخيال الوالد لن يبقى عاجبه حالي وسأحضر مع الوالدة الذي يحتاجه سأقول ليه نفس الحاجة لذلك شيء سيقرره يدوني عند واحد الرجل هذا الرجل كان فينا واحد مراكش ومشيت غرق أنا والوالد عنده وصلنا ما عاشفني وحطيته عليا بحالي لا تفاجئ سمعتك يقول لي والدك زهري ودراجته عالية لم يكن أفهم هذه الكلمة مجنوك تاني بدك يسوني هناك أسئلة ونجاوبه مثلا ماذا تشاهد وماذا تسمع كيف تحلم قال لي الوالد أنا عارف هذا كله ولكن مؤخرا لم يبقى كيف كان ولو يقول شيء حويج لن يترى ونعطني البلايس الذي فيهم ذلك لم يكن القوارب لكن الرجل قال لي هذا شيء طبيعي حيث من صغرون تخدم به وهذا شيء يخلق الكثير من الطاقة السفلية يتراكم عليه الوالد مريض ونحن خرجت عليه بذلك أهلته مفتوحة وعنده بذلك عوارد وعاد عنده مسسسوف لي ومشي غير واحد خاصك تخلي معي ولدك أنا قدرني نعاونه خاصه يبقى هنا قال لي الوالد دخل سقراسك أنا المريض جاي عنده واحد في حالك جارني وبدأك يقولي يا الله اذهب وولدي وذلك الرجل يقولي سوف تخرج على هذا الوالد يقولي دخل سقراسك ماشي شغلك ومشينا من طاقة ومشينا من طاقة شف بقيت وقال لي عندك التقب هضرت رمك كيف يفهم تبع ابوك وتبع أمك هم اللي يريد لك مصلاحتك أرجعنا للدار سولات الوالدة قال لي خاصة يرتاح قليلا نحن النيت ضغطنا عليه بكث قلت لي هوا والخدمة ديالي أنا نرى العيالات عندي كل نهار قال ارى كيف تستطيع له زعما كذب علي رأيت او محمقات اللي جاي عند وحدة في حالك ما كتفهمه قمنا قروه إياها وأنا مشيت البيتي وستيت عليها بقيت كم بكي هذه كانت أول مرة سأشعر باللي والدية ماشي عادي واللي ما يريدوني كيف يقوله حتى من قرايتي اللي كنت كنت لها فيها قلسوني منها مبقىوش يخليوني بمشي المدرسة الوالد يقولي الفلوس موجودين أش بقيت بشي قرايه انترك غتقولي لاباس عليك ماذا قرأ وطفره ومشيت بشي نعاس وفي ذلك الليلة بالضبط سأحلم بشي خيبة بشي لم أعرفت ماذا كنت كنت أحلم حتى جاتني بحلها بالصح كنت مابل الفياق والنعاس بعد ذلك ثلاثة الليلة بالضبط فقط وانا حلقيك يحرقني بحليلة العافية شعلها فيه عينيها كانوا كنت غمضة كان فيه المودة العاس والعياء ذلك الشي اللي كنت كنت ندير كي استهلك الطاقة ديالي كلها كان مقاش قادر حتى نوقف الزيت الكاز الماء يريد أن نشرب ونضوي غرب التليفون شربته وضعته ويلا يريد أن نضيف التليفون وهو يبليه واحد الرجل قدامي لم يكن لديه شيء موالف لم يكن لديه هذا كان يخلع كثيرا كان وجهه طويل بشيء معزة وكلك حل وحتى منه ودنيه لم يكن طبيعي كان قدامي قريبا خمسة ديالتاواني وهو يغبر أغلت بحر جهدي محتاجت عندي الوالدة قلت له مالك كلاباس ما هو واقع؟ قلت له راني شفت شيء تخلع شفت واحد الرجل قلت له ان عز بركة من التخريف لم يكن يخاف قلت له ثلاثة عام قلت له الوالدة انت عارفني لم يكن كتب لديه شيء فتورة قلت له شفت واحد الرجل على شكل معزة وجهه كامل مزخب وكي يخلع الوالدة دخلها الشكل وقلت لي وصافي نعس حتى الغداء ونهضره ستزع لي الباب ومشهت ولكن كنت غير كان غمض عيني كان سمع الصوت واحد الصوت بشكل كان سمع ذلك الصوت يهددني وحليلا ما يحملني كان يكرهني وخاما ما عرفته شكل هو ذلك الأيام وليس كنت نرى شيء خيب وليس كامل وأنا كنت خلع دائما كنت أحلم الكلاب تابعيني أول شيء كأينات في شيء ما عرفته باشار ولا غوال ولا أجنون ذلك شيء غريب وصحب يسيقع شيء ما عمره ما شاهده وليس كنت تسوي الوالدة ما كانوا كيف يفهموه وما كانوا كيف يجاوبوني في ذلك الأيام كانوا السيبارات يا الله بانوا والتي تحتى أنا كنت نمشي كنت نحاول نبحث ونقلب على هذا الشيء الذي نرى والذي نحس به حتى تحتفو الموضوع ذي الزهرية وتفكرت الكلمة التي سمعتها عندك الرجل الذي في مراكش في ذلك الأيام بالضبط وليس كنت مديرين حملة حيث اكترات الأقوال والاختيطاف للدراري الصغار التي يستغلون في هذه الأعمال وليس كنت تقريبا كاملين فيها يعني أنا واحد من هذا الزهريين بشوية بشوية بديت أن أفهم بأن هذا الشيء الذي كنت تفعله غالط ولكن والدية هذا لا يمكن أن تفعل شيئا لتضرني يمكن أن أغلط فيه مصافي أرجعت للدار الوالد قال لي ما حال هذه مخدمنا واذا لا أريد أيضا قلت له كيف لا أفهمت قال لي يا أوراك عارف يجب أن نخرج نضبره على رأسنا ويجب أن تتعاون أمك حتى في الدار مرة العيالة التي يأتي لها لا يبقى حتى أنت تتعاونها وتقول لي الوالد قلت لي الوالد قلت لي ماذا نفعله جيد قال لي لا ما نفعله نضره شيئا نحن نعاون الناس ولكن ما سيكون قلت لي ماذا نخرج هذه الليلة قلت لي الوالد قلت لي الوالد لا يبقى الناس وهذه الأحلام التي ترى تصبح كامل قلت لي تقريبا ثلاثة احتلت الليلة سمعت انتقان في الباب وسمعت الوالد يقول لي دخل مرحبا بك وماذا خرجت كانت تفاجئ وجدتوا نفس الرجل الذي يمشينا عنده مراكش قال لي أين هو آدم؟ بنتي هنا وخرجت سلمت عليه قال لي كيف بقيت؟ قال لي الوالد ما زال عيا ما زال لا يتعاوننا في حتى شيئا ستكون غير العين البنات متابعانا ما الذي رأيتنا بدنا نطفره وما حاضين قال لي ذاك رجل راني قتلك ذاك النار السبا والدك لديه قادية مخلطة واموره كلها ترونات لدي شيء صعب كثيرا على والد صغير أنا لم أفهم كيف قدر يوقف قال لي الوالد صافي طلقنا الهضراء الزائدة ما عندنا منذيروا بياء كيف ستعاوننا كيف كان أو لا قال لي آه سأعاونكم ولكن أتشرها في خطر على الوالد قال لي لا سأريد شغلك والدي قوي وانا سيقفى ما سيوقع الهوالد أنا اتصدمت ونقول كيف سأفعل هذا قال لي سأحاول نفعل شيء طاقص لكي تفعل الزهرية وخاد شيء صعب وخاصني المقابل قال الوالد صافي قال لي لا أنا لم أريد الفلوس أنا أريد أن يمشي معي الوالد ويعاوني لكي نجبد شيء الوالد قال لي ها صافي نجبدوها ونقسمها وإياك كنت أشعر بالذي يستغلوني كنت أشعر بالذي ينشي غالط أمك ولكن وخاها كك كملت وما عمرني ما قلت لهم لا أعرفت لهم شيء طالع دخلوني إلى البيت تكاوني في الأرض وكذلك أشعر بالكتاب وكذلك يقرأ منه تعازيم وكذلك وقال الوالد أجيب لي هذه المكونات نصبعه في شيء شيء وبدأ لا يصيلي في جهة ما بين العينين وهو يقول شيء هدرا ويتمثب أنا كان فيها من سمع هدرا ونعرف ما يقول لكن كنت كنت سمع أصوات آخرين من غير صوت الرجل ذلك ما كان يخربقني وليس يجعلني شيء نعرف ما يقول الوالد أجيب المكونات وقال لي أن أعطيهم وقال لي تغليهم ومن بعد تزيد عليهم هذه الحجاب وذلك ما كان وقال الوالد وقال لي مع أحد ذلك الرجل بدأ يقلب لي في لساني وفي إنتي وتحت رجلي وحتى فراسي أرجع الوالد ووهز في إنتي واحد القراءة عامر بوحد المكيبان موصخ لم أعرف ما هو أعطي ذلك الرجل وقال لي شرب هذا قلت لي لا أريد الوالد غوت وقال لي كنت تسمع الهضرة نحن نرى بغنك غير تبرو وترجع كيف أنت ومن سنقتلك شرب من بعد خرجوا وقال لي في تلك البيت لا تصوروا الحراق التي كنت أحس بها العافية شعلا من الرجلية حتى الراثي لقد كانت تلوه بوحدة في الأرض وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي وقال لي صغير تصوير وقال لي قلت فجرب ولكن لا تساعد وقال لي وراجلت للمسطقة وصفية لم يبقى قادرة وطعت وغيبت وفي الفق لقيت مضايرة ولكن كانت أشكرا وكذلك لم يبقى ثم واتن تحرك بغيت نحركهم ما قدرتش قولي الوالد رجلية ما عاربت ما عاربه قولي عادي بطبرة رغير الدول اللي اعطيناك يدير هذا الشي الوالدك تقولي خرجتي على الولد قولي اسكتين انت شكاس عارفي اخونا الاخر قال لهم راكتلكم بلي هذا الشي عنده اعراض جانبية وقدر الوالد يضطر ما فهمش كيف قدرته تدير هذا الشي في ولدك شاف الوالد وقال ليه وش متأكدين هذا ولدك انا هذه الهضراء بقى كالدور لي افراسي وش بالصح انا ولدهم ولكنت ولدهم بالصح لماذا يبقى يضروني ولماذا يديرون معي هذا الشي كله من صغري وانا معدب معهم ولماذا لا لديهم اولاد اخرين ذلك اللي قال ذلك الراجل خلاني نشوف شي حويج اللي كنت غافل عليهم المهم قال لي انا سهلت خدمتي الولد يقدر ينوت من هنا السيمارة او لا يقدر يموت على حساب هو وش يقدر يتحمل او لا ما كنت قللت وصحت غدا وكتزيد تنقص وفي كل احلام ما بغوش يتفرقوا معايا كنت كنت احلم بالكلاب الكلاب جاريني من يديه ورجليه كنت كنت اقول صافي عديل الخرالية كنت كنت اقول صافي غنموت وواليدية كنت نشوفه معادية او مخلوعين شالية بعد ذلك السيمانة حتى اشوفت الويل عشت العذاب بالصحوة في دكسن وما عارفه على الدنيا والناس اللي تقصفهم غضروا بي وستغلون كيف يريد واحد النهار سنكون نايد الطوالة حتى نسمعهم كيف يدوه سمعته يقول لي اوه هذا الولد مبقى نافعنا مبقى صالح لواليد خاصنا نشوفه شي ولد جديد قلت لي وين خلقه ولد جديد قلت لي اذهبوا بالصبيطار اوه في الزناقرة يكونوا غير كي يظهروا وقلت معا مصطافا هو اللي سيعرف كيف كان هو الظهري وكيف كان لي الله مصطافا هو نفسه الراجل الذي طبق عليه الدكسن اتمت فهمت بصحة انا لم اشي ولده وقلت يجبوني غير من الصبيطار لم يكذب عليكم وتزعزعت وحسيت بحياتي كاملة ضاعت وحسيت براسة اعيش كذبة رجعت للبيت وصديت عليها بدأت نجمع في حوايجي وقلت في واحد الساكه ضربت جوجة الليل حسيت بها من عسوه وخرجت تسلت حليت الباب ومشيت كنجري ورقم معارفين الزنقاء في دائرة وخرجت بقيت ندور في ذلك الليل كان ينغير شماك رياء ودور ولكلاب هل يقعيرك هل يسبك هل يوقفك بغي يقريسك وكيف حال من محاولة عتيدة أتعرضت لها ولكن كنت كان هرب في آخر لحظة شيء 15 اليوم تقريبا ونظر غرف الزنقاء قوة مجاني الجوع والتي تناكل من تغرد كم شيء يجب بشيء راستوران أو سناك ما يخرجوه كان يناكله واحد نار وانا أحكك برقاسة ويتوقف عليه واحد طموبيل ونزلت منها بنت تكون في الثلاثينات من عمرة قلت لي ماذا نكدر هنا اشهد الحال انت فيها قلت لها بعدي مني ماشي سوقك قلت لي وشفك الجوع يلا معي نشري لك شيء بالصراحة ما بقيتش عندي اتقاف الناس ما حلوه معي وقلت لي تقفية انا لا أعطيك ركبت معها وقدتني حتى للدار كانت ساكنة غير هي وابنتها ابنتها بقعة صغيرة تكون في عمرة 10-4 سنين قلت لي ادخل دوش اخرجت المجدالي الماكلة ومعمرت الطبلة أعطتني واحدة بيجاما وقلت لي لبسها هذه حتى الغداء ونشري لكما تلبس انا كانت عيني على الطبلة وعلى الماكلة ما حلوه ما كنت ماكلة قيب حلوه كنت حتى شبعت ومن بعد قلت لي يا الله عود لي قصتك ما كنت ومين جيتي وفين هما وليديك عود لها قصتي حتى قتفية ويتحسس بيحتها مرأة طيبة وما فيها تدخل وعد من سالس قصتي تصدمات قد تشوف فيها ودموعها نزله قلت لي ما يمكنش كيف هل الناس وصلوا لهذه الدراجة وما في قلبهم شرحمة قلت لي هادرة كان يحساب لي باللي والدية ولكن دباء انا كنقلب على والدية الحقيقية وما زل ما لقيته قلت لي ما تخافش حتى انا زهريا وحتى انا سأعاونك الله يأخذ الحق في هؤلاء الذين يستغلونه انا تعرضت المحاولات الخطف ثلاثة مرات وكنت تعتق في اخر لحظة قلت لي انت عندك عوارض وهم الذين يخربينك بحلاقة ونجعلينك تشوف تلك الأحلام الخائبة وعندك حتى مستفلة وهذا بينا من ذلك الأراضي التي كنت كنت تشيرهم من توبك وقلت نقول لك عدو الله الذي كان مربيك قلت لي وبدأت تشوف فيها وكانت تراعد وعندما أشعر دموعي بدأت تنزله غير بوحدهم في الخرعان قلتني وقلت لي تقبيان سأعاونك هذه البنت معمرني قلت دور كبير في حياتي وبقى احتل دابا نتواصل معه بدأتني لعند واحد الراجل وقال لها ضرور يخصي يزور لكي يتحيدوا من ذلك العوارض ومشيت أنا وياحتلنا واحد يلا مراكش في البلاصة التي يسميها محكامة الجن وماذا حالة أسمك تقريبا شيء خمستاش اليوم ومشاديني وهي مسكي ناس براس معي ذلك العوارض كانوا يتجسدوا قدامي ونشوفهم بحليلة بالصح كانوا يخلعوا بزاف وكل مرة يأتيوني في صفاء في شكل كانوا يتجبوني ويقولوني يسير من هنا لا تبقى هنا في ذلك الخمستاش اليوم محسس براسيخ فافيت ورتاحيت حل إذا كان شيئا كانت شاعرة في الداخل لي وبردت أرجعنا في حالتنا للطار ومن ذلك الوقيتها قلت لي تمبع صلاتك وعطتني واحد تسابع وقلت لي بقى تذكر الله هذا شيء الذي أفعله كانوا يتجبوني ولم يتجبوني ولم يتجبوني وكانوا يتجبوني وكانوا يتجبوني وكانوا يتجبوني لكي خطر يعني أرجعت في حال هذه ولكن هذه المرة لم يتجبوني وقلت تقريبا 4 سنين وانا معها ولكن كنت دائما أفكر وكان نحن للوالدية وكان يقول أين هم هذا؟ واذا سيكونوا يديره؟ واذا سيكونوا يقلبوا عليها؟ كان قصد والدية الحقيقية والتي أولدوني أما الآخرين كان ندعي فيهم نهار وليل الله يأخذ فيهم الحق وحد نهار جاءت لعندي ذلك البنت التي كانت اسمتها سومية وقلت لي بأن سأذهب في مختافهم ونقول لهم قصتي وبالفعل قلت لي بأن أنا خطفت 8 بيطار من الذي كنت بقى صغير وقلت لهم بأن لدي أحد الوحمة في ظهري وعطيتهم حتى السمية من الناس الذين خطفوني واذا سأقول لكم تليفون مزقا كل ساعة يصوني واحد يقول لي يمكن أن أبك ولا يمكن أن أمك دعست شعامة قريبا وآخيرا جاء النهار الذي كنت سنناه وحد الناس جاءوا عندنا من قناعة مع أحليت الباب رأيت ذلك المرة وشافتني وحسيت بالضرب وحسيت بشيء في شكل يجدني إليها وعنق ثانيا لا تقول أي شيء كلمة ودخلوا وبدأت أعود لهم على قصتي وذلك اللي عانيته ومعني وصفت لهم الناس الذين كانوا خاطفيني المرة بدأت تكتبك وقلت لي ذكر أختي أختي من أبا لم يكن أولدها وراجلها منذ ذاتي كانت معايا وبحكم أن أنا أباك كنا نجدك معاها حيث لم تكن تولد وكذلك عزيز عليها الصغار ومالذي أكملت عامين أدعوك وغبروا ونبقى لهم الآثار من ثم لم ترى أو عرفت عليهم شيء نظر ودعوك ويجب لدينا حتى الوالد يزير عليها لتنمشي وكذلك أنه يجب بل يروني قالوا لي ما حلق البناء عليك أولدي كيف أنت غابر ولكن من رأي البوليس ورايا تصدم الوالدة شدت اختها وبدأت تضرب فيها وكتقول لها غضرتيني وشفرتيني يا أولدي سير الله يخذ فيك الحق ومعمرني سأسمح لك تحكموا بجوجة بهم خمس سنين ديال الحبس وأنا رجعت كنعيش مع والدية ولكن دائما كنظر مع سومية وبقي حسل دابة كنمشيل عندها أولا هي كتجيل عندنا للدار ديكسيدة خيرها كبير عليها ومعمرني غانتها أدوك اللي رباوني من يدخلوا للحبس ما سمعت عليهم وارو مشيت زرتهم واحد المرة ولكن جروا عليها وكانت هذه هي قصتي الخوز هناك تسالي قصتنا دياليوم وكيف العادة اللي عنده شيء صفحة هذه يقدر يبرتجيها معنا في انستغرام شكرا للناس اللي عطاونا من وقتهم السلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة